اشتركوا في القناة 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 وصفة العلم فالله سبحانه وتعالى سميع مدرك لجميع الاصوات في هذا العالم لا يعزب عنه شيء من هذه الاصوات اصوات المخلوقات اصوات ما في الكون الملائكة الجن الحيوانات الانس على اختلاف لهجاتهم عليم بما يكون في هذا العالم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء لكن سمع الله وعلم الله ليس كسمع البشر واذا اثبتنا السمع لله والعلم لله فليس في ذلك تمثيل ولا تشبيه وقد قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قوله ليس كمثله شيء نفي مماثلة الله سبحانه وتعالى لشيء من خلقه ثم اثبت قوله وهو السميع البصير تأملوا معي هذه القصة وقعت في بيت عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة تشتكي على زوجها زوجها قال لها كلمة هذه الكلمة تسمى الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت مثل أمي فجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في بيت عائشة وبيت عائشة غرفة غرفة واحدة صغيرة تقول عائشة وَإِنَّهُ لَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ حَدِيثِهَا يعني أنا معها في الغرفة وأسمع شيئاً ويخفى علي شيء فسبحان تقول عائشة فسبحان من وسع سمعه الأصوات فأنزل الله قد سمع الله قولاً التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وقد يأتي السمع في القرآن الكريم كذلك بمعاني أخرى منها إجابة الدعاء مثل لما نقول نحن في الصلاة سمع الله لمن حمده ما معناها أي أجاب الله من حمده ولها معاني أخرى كذلك في القرآن الكريم وقوله العليم علم الله سبحانه وتعالى لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى ولا يخرج شيء عن علمه من هذا الكون كله ويعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما سيكون مستقبلاً وما لم يكن لو كان كيف سيكون فعلم الله عز وجل كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه وختم الله عز وجل هذه الآية بهذين الإسمين ليدلك أخي القارئ على أن الله عز وجل سميع بما تقول عليم بما ستفعل من التقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال رب العز في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا يخاطب المؤمنين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون جاء في بعض كتب الحديث أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا جلوسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فحصل بينهما نقاش فقال أبا بكر لعمر رضي الله عنهم أنت ما تريد إلا أن تخالفني فقال عمر لا أريد أن أخالفك وارتفعت أصواتهما وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ماذا فعل عمر كان لا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما يسر الرجل لأخيه الكلام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا قلت يطب منه أن يعيد الكلام وسمع هذه الآية صحابي آخر اسمه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وكان خطيبا يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان جهوري الصوت فلما سمع هذه الآية خاف وترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فافتقده فأرسل في طلبه فقال لقد نزلت آية وهي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وأنتم لا تشعرون وأخاف أن يحبط عملي وأنا صوتي جهوري فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت لست من أهل النار أنت من أهل الجنة فبشره بالجنة وقد مات شهيدا بإذن الله تعالى في معركة اليمامة فهذا فيه أدب آخر وهو أن لا يرفع المسلم صوته على النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ولا يجهر له بالقول وهذا في حياته وتأملوا وتأملوا فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما نزت الآية كيف أنهم امتثلوها لأنهم يعلمون أنهم مخاطبين بهذه الآية من ذلك مثلا لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على الصحابة لماذا؟ قالوا وأينا لم يظلم نفسه ظلم الإنسان لنفسه ظلم الإنسان لزوجته ظلم الإنسان لأولاده ظلم الإنسان لجاره فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذاك ألم تسمعوا قول العبد الصالح لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم نقمان وهو يعيض ابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالمقصود بالظلم في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت الآية علموا أنهم أن الآية تعنيهم فامتثلوها ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض فلا يعامل النبي صلى الله عليه وسلم كما نعامل بعضنا البعض فلا يقال يا محمد إذا نودي بل ينادى باسم الرسالة يا رسول الله يا نبي الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لأن الانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم أمره عظيم ذنب كبير وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تلقيه في النار سبعين خريفا لذلك المسلم لابد أن يوقر هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبره وبحضرته وعمر الخطاب رضي الله عنه مرة رأى رجلين قد رفع أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما قال من أين أنتما؟ قالوا من الطائف قال والله لو كنتما من المدينة لو سعتكما ضربا لماذا؟ لرفعهما الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين ثم بعد ذلك أثنى الله عز وجل على الذين يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملهم معه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله احتراما له وتوقيرا واستماعا لما يقول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أي أخلص الله قلوبهم للتقوى والتقوى محلها القلب كما جاء في صح مسلم وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه ألا إن التقوى ها هنا تقوى ها هنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دلالة على وجوب العناية بالقلب لأن الإيمان والتقوى في القلب ولا يكفي مجرد وجود التقوى في القلب بل لا بد أن يصاحب التقوى عمل وهذا موجود في الآية فالله عز وجل أثنى على عملهم وبيّن أن عملهم هذا نابع وناتج عن التقوى التي في القلوب إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هذا عمل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إذن هذا العمل ناتج عن تقوى القلوب وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلوح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني بالقلب غاية العناية ويقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء وكان يدعو صلى الله عليه وسلم فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان من دعائه يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى ضاعتك وكان من دعاء الصالحين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا فكانوا يهتمون بأمر القلب لأن القلب هو محل الإيمان قال لهم مغفرة وأجر عظيم وقد كان بعض السلف يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا بدأ يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أفضل ثيابة ويغتسل قبل ذلك ويضع من الطيب تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وذلك أن قوما من الأعراب جاءوا عند حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ف نادوا عليه بأعلى صوتهم يا محمد يا محمد فنزلت هذه الآية تبين الأدب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون العقل هنا ليس أنهم بمعنى أنهم مجانين لكن لا يحسنون التصرف يقول بعض أهل التفسير العقل ينقسم إلى عقلين عقل تكليف وعقل سفة ورشد عقل التكليف هو الإنسان إذا وصل سن التكليف فيكلف بالعبادات ضده المميز والصغير وعقل الرشد ضده عقل السفة وهو السفيه الذي لا يحسن التصرف وهذا هو المقصود هنا قال أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم سبحان الله كيف أن الله عز وجل يدعو عباده إلى التوبة والله غفور رحيم فإن حصل منكم خلل في هذا الحق على غير وجه التعمد واستغفرتم الله عز وجل فإن الله غفور رحيم وهذا نسمان من أسماء الله الحسنى الغفور الرحيم يتضمن صفة المغفرة وصفة الرحمة ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يذكر اسمه دون أن يقرن بالرسالة فلا يقال قال محمد وإنما نقول قال محمد صلى الله عليه وسلم قال محمد رسول الله ومن الأدب أنه إذا ذكر اسمه أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم ومن الجفاء والبخل أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وليصلى عليه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله وملائكته يصلون على النبي وصلاة الله هي ثناؤه عليه في الملائي الأعلى وصلاة الملائكة دعاؤهم له بالمغفرة والثواب ورفعة المنزلة ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مر صلى الله عليه عشر فالصلاة فيها أجر عظيم ثم يأتي النداء من الله سبحانه وتعالى المؤمنين في أمر آخر وأدب آخر فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة إلى بعض القوم من المسلمين ليجمع الزكاة فلما ذهب إليهم ورآهم وقد أقبلوا إليه خاف منهم وظن أنهم يريدون أن يفعلوا به شرا فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنهم امتنعوا من دفع الزكاة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ينظر في أمرهم وأمره أن لا يتعجل فلما نظر في أمرهم رآهم متمسكين بالإسلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أي غير ثقة والنبأ الخضر فتبينوا وفي رواية أخرى فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة بناء على هذا الخبر الذي قد يكون صحيحا أو غير صحيح أو جزء منه صحيح والجزء الآخر غير صحيح فتتصرفوا بتصرف ناتج أو مبني على جهل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتندمون على هذا التصرف وهذه قاعدة في كل خبر يأتيك ممن لا تعلم صدقه وعدالته وخصوصا ما يسمى بالإشاعات فإن هذه الآية تحذرنا من الاستماع للإشاعة خصوصا في زمن الفتن وخصوصا في هذا الزمان الذي ينتشر فيه الخبر بين المشرق والمغرب في غضون لحظات ودقائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي فينتشر الكذب والخبر الواحد الصحيح الصحيح يزاد عليه ما ليس منه وينتشر بين الناس ويصيب بعض الناس الخوف والفزع فالتوجيه الصحيح أولا لا تنشر هذه الإشاعة ولا تساهم في إثارة الفزع بين الناس ثانيا لا تصدق لا تكذب ثالثا عليك باللجوء إلى الجهات المختصة في بلدك الذين يملكون الخبر الصحيح فليس كل ما ينشر في تويتر أو في الإنستجرام أو في الإسناب أو في وسائل التواصل كالواتساب وغير صحيح فنحذر من ذلك كذلك على الرجل والمرأة الزوجة ألا يصدق ما يتناوله الناس من أخبار عن بعضهم البعض وهذا من أكبر أسباب حصول الخلافات بين الأزواج وخصوصا النميمة النميمة ما هي؟ نقل الخبر بين الثنين على وجه الإفساد فإذا جاءك شخص وقال لك يا فلان ترى فلان تكلم عليك فاعلم أنه صاحب سوء نمام وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة قتات ومر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس فلا تصدق إلا من تثق في عدالته وفي صدقه وهذه الآية اعتمد عليها نقلة الأخبار والحديث فكانوا لا يقبلون من الراوي الكاذب ولا من الراوي غير الثقة ثم قال وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لتعبتم وأصبتكم المشقة فلو صدق النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الصحابي الذي وهم فيما رآه لحصل لهم التعب ولكن الله حبب إليكم الإيمان وهذا هو المقصود بقوله فضلا من الله ونعمة وكما سيأتين في نهاية السورة قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الإيمان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد نحتاج أن نقف مع هذه النعمة ونتدبرها لنشكرها بإذن الله تعالى ونعلم حقها في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى وإلى لقاء قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة